يوسف خلاص انا ما يهمنيش ما عادش بيهمك لحظة واحدة ما عادش بيهمك جميل جميل حاجة كويسة اخيرا الحقيقة بانت فكرت فيها ده انا ابنك اعز ابنائك حتى انا ما همكش طيب هزر هزر اكتر وبرضه مش هعملك اللي انت عايزه يا جماعة متاهدوا بالله بسه هو احنا هتحزدنا ولا ايه انت بتعملي ايه يا ماما بعمل اختراع هبتعمل ليه سندوتشي جبنا على اقل حاجة عايزة انا بتجيب العواب سلمة يا رب انا بتجيب بقى رغفين فينو ويكونوا كده مركونين في الفريزر وبقطعهم كده وحط عليهم نصت كوباية حليب دافي لو ما فيش حليب بستبدله بمية تكون دافية وبنقعهم كده شوية علشان يطرف بعد كده بجيب صانية بقى فيها فرشة من الزيت وبحط فيها كده الخضر المشكل اللي انتو شايفينه ودهينه فرشة من الزيت وبدخله بقى الفرن لحد ما يتشوي معي كده بقى في طبق مناسب أو صانية زي ما انتو شايفين كده بنزل بكيلو من اللحمة المفرومة اللحمة المفرومة المفروض تكون يعني الربع دسم و 3-4 لحمة بس دي عشان لحمة عادية انا هقولكو انا عملت ايه دي لحمة مفرومة عادية خالص حطيت عليها كده بصلاية مفرومة بس عصرت المية بتاعتها وحطيت التفل بتاع البصل بس زي ما انتو شايفين كده بعصر كويس جدا جدا مية البصل دي انا هحتاجها دلوقتي في بركنا على جنب بعد كده بعصر الفين وكده من الحليب زي ما انتو شايفين هو شرب معظم الحليب والحليب اللي تبقى ده برضو ما برميهوش بنزل كده عليه على مية البصل بالحليب اللي تبقى يعني ما بنرميش حاجة جماعة ولا بنهضر حاجة كل حاجة بنستخدمها بعد كده ضفت بقى عليهم نص كوباية من البقدونس المفرومة وبهرت بقى بملح وفلفل وعندي توابل الكفتة كمان حطيت معلقتين كده مليانين صغيرين زي ما انتو شايفين تقدروا تظهروا بالبهرات اللي تعجبكم وضفت كمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي انا حطيت سمنة بلدي عشان زي ما قلتلكم دي لحمة ومفروم عادية ما فيهاش دون خالص يعني تقدروا تقولوا انا استبدلت الدهن بمعلاقة السمنة البلدي دي علشان معنديش ليا تمام بقى اللي بقى المكونات كلها بالشكل ده علشان التوابل تتوزع وبعد كده بجيب الكبة ودي كده اللحمة وش علشان تنعم معايا لو ما فيش كبة مش هتستخدمي الكبة لازم تفضلي تعجيني فيها مش اقل من ربع ساعة انا عملت الكمية كلها بنفس الطريقة كده علشان تنعم وتطلع خيوط زي ما انتو شايفين بصوا لازم اللحمة بتاعت الكفتة تطلع خيوط بالشكل ده تركة بقى جمدة جدا جدا للي ما جرباش يا جماعة تجيبوا كده اللحمة وهي نية تحطوها كده تطفو فيها في حمية بمعلقتين من الزيت او معلقة صغيرة من السامنة البلدي واكتموا عليها كده البخار لمدة خمس دقايق او عشر دقايق لحد ما الدخنة دي تروح بعد كده بجيب بقى مية البصل عليها رشة ملح وفلفل ورشة صغيرة من السكر ومعلقة من السلسة ومعلقة من الزيت وشوية حلوين كده من البابريكا علشان يكون لونها محمر بالشكل ده بعد كده بقى بجيب السوق بتاع الفرن وبفرشوا كده ورق فويل علشان ما يبهدلش وقعد اخسل فيه ثلاث ساعات يعني الموضوع مش مستاهل وبعد كده بجيب اللحمة بقى واي سيغ بقى اي عصايا خشب اي مسن بتاع السكاكين حتى وببل بقى ايدي من مية البصل اللي احنا حضرناها وببتدي كده اعمل الكفتة ممكن اعمل شكل الكورده وممكن اعمل الشكل التاني السريع اللي هو بسكينة بقى اخطوط كده على طول عشان احنا خلقنا دايق اصلا تمام بعد كده بقى خلصت تصديع الكفتة كلها هاجيب بقى مية البصل برضو وبديها فرشة كده من مية البصل قبل ما دخلها الفرن مية البصل دي يا جماعة بتديها طراوة وريحة ولون بجده يليد لازم ادهن كده قبل ما دخلها الفرن بعد كده بحطوا كوبايتين كده من المية المغلية زي ما انتو شايفين في ارضية الصينية علشان متنشافش معي المية بتخليها طرية جدا تطلع الكفتة كده طرية من جوا الخضر بقى اللي دخلته يتشوي لحد ما تشويه تماما بالشكل ده هنا بقى بصوا بيتقشر معي بمنتهى السهولة بعد الشاوي بعد كده باخد بقى الكلام ده كله بالبهاريس علشان اطحنوا بالهند بلندر او لو مفيش هند بلندر يبقى بالخلاط لحد ما اطحنوا بيوري ناعم خالص تمام؟ ضفتلوا بقى رشة ملح وفلفل وقلبتها بصوا ودوقوا احلى صلطة مشاوي ممكن تعملوها في حياتكم بجد طعمها روعي يا جماعة ولايقى مع اي مشاوي خاطيرة نحضر كمان صلطة التحينة الجامدة جمودة كوباية صغيرة من الزبادي و3 معالق من التحينة ومعلقتين من الخل وعصير لمونة كبيرة ورشة من الملح ورشة من الكمون وبحط مياه ده في بقى وببتجي افك التكتلات دي وبوصل بقى للقوم اللي انا عايزها حسب ما نحب يعني بفضل اخفف مياه كده لحد ما احب لفتلها طبعا فصوا ثم فروم فرش في الاخر طبعا بيديها طعب خطير وضوء احلى صلطة التحينة يا جماعة رشة بابريكا كده على الوش عشان الحركات وبجده هتطلع معاكم طحفة جدا وطبع مشا ننسى طبق الصلطة الجامد بيجيب نص بصلاي كده شرايح وبقطع خيار بقى وطماطم مكعبات كبيرة وبحط كمان شبت على بقدونس مفروم يعني مفروم مش ناعم قوي خشم بالشكل ده وبحط الكلام ده كله في طبق مناسب ومش ببهرها يا جماعة غير على التقديم على طول يعني بعملها كده ودخلها التلاجة نص البصلاي التاني حطيت عليه نص حزمة من البقدونس المفروم ومعلقة كبيرة كده من السماء وبفرقهم كده مع بعض علشان عملهم أرضية للكفتة يبقى شكلها قنيك كده وشيك لو هتتقدم على الصفة يرزيكوا بقى بعد الجبادان ده كله الاستاذ يقول لي هنبعد نجيب أكل من برة وخلي ده البكرة ازاي يعني يعني ازاي الكلمة دي بتعفرطني انا بتعفرطني اطبخ واعمل ويه خلي الاكل ده البكرة ما هو مش هيتريمي يعني ايه مش هيتريمي يعني ايه ما تقولوا بالأول هتجيبه وتوفره لنا التعب يا جماعة مش عارف انا بس اللي بتدايب الموضوع ده ولا كلنا بس اكيد كلنا بنتدايب الكفتة هي طعمها وشكلها خطير جدا جدا دخلت فرن سيخن على أعلى درجة في الرف الأوسط أخدت حوالي 25 ل 30 دقيقة تمام وطبعا من وقت للتاني كنت بدهنها كده من مية البصل علشان تفضل طرية معايا واخد اللون الطحفة ده واللمعة الخطيرة دي تمام العيش البلدي بقى مع الكفتة مع الصلطة البلدي مع الطحينة مع صلطة المشويات ويا خراشي بجد وهم يا جماعة وصلطة المشاوي دي لما يحط فيها قرنشطة يكون حراء خطيرة لازم تجربوها بجد طحفة جدا جدا وطبعا بشكركم من كل قلبي على المشاهدة لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد اللحظة دي وبتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم وان الوصفة تنردكم ولو عجبكم الفيديو بقى وحسيتوا بأي افادة فيه متنسوش بقى تشجعونا بلايك او شير او كومنت او اي حاجة منكم هتكون حلوة كنت معكم انجي نجيب وصحتين وهنا واشوفكم الوصفة الجاية